السلام عليكم أخوتي كنتمنى تكونوا بألف خير اليوم الفيديو سيكون قصير سوف نحضروا عن المهاجم المغربي عبدالله الرحاني وكذلك كان كلام عن الموهبة المغربية الصاعدة في الفئات السنية لنادي تشيلسي ندخلوا في الموضوع والذي سيكون باختصارك في العادة البداية ستكون مع مهاجم أطليتكو مادريد عبدالله الرحاني والذي قلت الصحافة الإسبانية في الأوينة الأخيرة تهضر عليه بزاف وكذلك اللاعب قدر يجدب أنظار العديد من الكشافة أندية كبيرة وهذه هي الحاجة التي دفعت نادي أطليتكو مادريد تجدد العقد المهاجم المغربي إلى غاية سنة 2027 وهنا صحيفة ماركا درت عليه واحد المقال بعنوان عبدالله الرحاني أصبح حقيقة واقعة بمعنى آخر أن اللاعب المغربي فرد له سبقوة كذلك مع نفس اللاعب صحيفة العربي الجديد نشرت واحد المقال ولمفادته أن الناخب الوطني تواصل مع عبدالله الرحاني قدم له وليد الرقراجي وعد أنه سيكون مع المنتخب المغربي مستقبلا وكذلك المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبيلة طبيعة الحال في حالة تتأهل المنتخب المغربي إن شاء الله وكذلك أكد وليد الرقراجي المهاجم المغربي عبدالله الرحاني أنه سيتبع جميع المباريات دياله والذي سيكون ضمن المنتخب المغربي للشبان في المعسكر الإعدادي القادم والهدف هو يفرض رأسه مع الشبان المنتخب المغربي لكي يتم تسعيد ديالله للمنتخب الأول ندوز الموهبة مغربية أخرى أولا بالأحرى صانع ألعاب نادي تشيلسي المستقبلي والكلام على الموهبة المغربية يحيى الإدريسي والذي بدأ يبرز النجم في الفئات السنية لنادي تشيلسي اللاعب في العمر دياله حاليا 16 سنوك يجمع بين الموهبة والآداء وكذلك يتميز بسرعة الاختراق والقدرة على تحمل الضغط والمسيرة الكروية يحيى الإدريسي بدأت مع نادي واستهام وهذه ثلاث سنين لكي نضم نادي تشيلسي وتم تخصيص له واحد من أفضل عقود في الفئات الصغرى لنادي تشيلسي وهذا دليل على أن اللاعب مميز وعنده مستقبال وموهوب يحيى الإدريسي الواليد دياله مولود في مدينة لندن ولكن عنده ارتباط قوي بالمنتخب المغربي والمغرب بسفة عامة الحاجة التي سهلت الأمر على يحيى باش ينضم للمنتخب المغربي او للفئات السنية للمنتخب المغربي بحيث ينضم أول مرة للمنتخب المغربي سنة 2021 مع فئة أقل من 17 سنة رغم أن يحيى كان في العمره فقط 13 عام الحاجة الزوينة فاتشية أن المغاربة متواجدين في جامع الدوريات وهذه حاجة كتشرف واحد الملاحظة بخصوص إبراهيم دياز جريدة الصباح نشرت واحد الخبر وللمفاد دياله أن إبراهيم دياز اعطى الموافقة دياله باش ينضم للمنتخب المغربي والجامعة الملكية المغربي لكرة القدم متكت مع الأمر حيث كتسن الفيفا توافق أولا تصادق على الوتائق اللي غيخوله الإبراهيم دياز حامل القميص المنتخب الوطني دانا تشيلي كاين وصلنا النهاية للفيديو كان معاكم أخوكم محمد من قناة فوتفليكس إلا ما زال ما ضميت العائلة فوتفليكس ترجع لبطنك حلا بيضا وأنت معانا سلوا على رسول الله وأستودعكم الله للذي لا تضيع ودائع وتفائل خيرا تجيدوا